الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا الدرس التالة الرابع من الوحدة الستة كتاب المعاصر تانية اعدادي. السؤال الاول بيقول لي هنا The Red Sea is full of colorful نقط. خلي بقى لك هنا بيقول لك Red Sea اللي هو البحر الاحمر مليء بايه طبعا عايز يقول لك مليء بالشعاب المرجانية. كلمة الشعاب المرجانية اللي هي Coral Reefs اللي بعده. بيقول لي There are mini ancient not in the Egyptian Museum. طيب هنا المتحف المصري. يوجد العديد من ايه في المتحف المصري. طبعا من الاثار القديمة. الاثار اللي هي Monuments. اللي بعده. بيقول لي هنا رأس محمد is a famous nature all over the world. هنا بيتكلم على محمية رأس محمد. طبعا عندي محمية مشهورة في العالم كله. طيب هنا محمية طبيعية بقى اسمها ايه? اسمها nature reserve. اللي بعده. the ministry of not. وزارة ايه? does it's best to attract tourists to Egypt. طيب خلي بيقول لك وزارة ايه? هي المعنية بجذب السياحة. بتعمل افضل شي عشان تجذب السياح. طبعا وزارة السياحة اسمها ministry of tourism. اللي بعده بورسعيد is connected to suiz by the suiz a. طيب هنا بيقول ان بورسعيد مرتبطة بمحافظة السويس عن طريق طبعا قناة السويس الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول لي هنا طنطة is not in the north of Egypt. طيب هنا بيقول ان طنطة تقع في الشمال من مصر. خلي بالك بقى كلمة تقع is located. السؤال اللي بعده بيقول لي نقط bright strong light. ضوء قوي that you can shine. تقدر تركزه او تسلطه on a certain area. على منطقة محددة. ضوء مكسف على مكان معين. انت كده بتعمل spotlight على المكان ده. يبقى هنا spotlight. اللي بعده. we know giza for it's ancient a. طيب احنا عرفنا الجيزة او بنعرف الجيزة باهرامتها القديمة. عايز يقول لك اهرامتها اسمها الى بعده. بيقول لي we should not damaging the environment. طيب تلف البيئة. طبعا يجب اننا نوقف تلف البيئة. نوقف اللي هي stop. اللي بعده. he bought the house yesterday. هو اشترى البيت ده امبارح. he is it's not now. النهاردة بقى الان هو ايه? خلي بالك اشترى البيت امبارح يبقى النهاردة هو مالك البيت. مالك الشيء بقى اسمه اونر. اللي بعده. not rubbish is the only way to save our planet. طيب بيقول القمامة فقط الطريقة الوحيدة لحماية الكوكب. طبعا اننا نعيد تدوير القمامة. عادة التدوير اسمها recycling. يبقى انا اقول له recycling. اللي بعده. and what is a building where you can pray? انت تستطيع عن تصلي. خلي بالك المكان اللي بنقدر نصلي فيه او المبنى اللي بنصلي فيه. ده اسمه المسجد. المسجد اللي هو موسك. اللي بعده. not is a plant used for making clothes. نبات بنستخدمه لصناعة الملابس. طبعا ده الكوتن. اللي بعده اللي هو القطن يعني. بيقول لي كايرو is located not in the north of ايجيب. تخلي بالك. عايز يقول لك ان مصر تقع في الشمال او القهرة تقع في الشمال. طبعا هي اسمها شباب located in. اللي بعده. ايجيبت is famous not its ancient monuments. اصارها القديمة. مصر مشهورة بي اصارها القديمة. طيب كلمة مشهور بي اسمها famous for. اللي بعده. I was sick. انا كنت مريض نقط. I couldn't go to school. طيب خلي بالك هنا بيقول لك كنتيجة لذلك. بقى تقول له as a result. I was sick as a result. لذلك انا ما قدرتش يروح المدرسة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون عندنا جزء الاسئلة الخاص بالقاعد. عندنا قاعدة مهمة جدا وهي المبني للمجهول. السؤال الاول. بيقول لي mini fish not in the sea near board side. طيب احنا عارفين قاعدة المبني المجهول هي is و R والفعل في التصريف التالت. طيب الفاعل هنا شباب mini fish. الفعل ده جمع. يبين عايز R والتصريف التالت. عايز يقول لك كسير من الاسماك بيتم صيدها في البحر. هي ما بتصططش نفسها. اعرف من ين ده ابن المجهول. لو الفعل ده بيعرف يعمل الفعل. السمك ما بيعرفش يصطط ولكن بيتم استياضه. يتم صيده يبقى هنا الفعل عندي جمع. يبقى قولي يا شباب R والتصريف التالت اللي هو code. يبقى R code. اللي بعده? cotton نقاط in Egypt by farmers. نفس الكلام. القطن ده هو اللي بيزرع نفسه هو اللي بيكبر ولا بيتم زراعته بيتم زراعته. اشوفه الاول مفرد يبقى is وتصريف التاني. يعني هو بيتم زراعته بواسط الفلاحين. السؤال اللي بعده بيقولي هنا. طيب نفس القصة برضو بس هنا سهلة شوية. هو جيب لي is. يبقى طالب تصريف تالت للفعل. التصريف التالت اللي هو يعني. اللي بعده بيقولي the museum not by lots of people every year. طيب خلي بالك المتحف ده عايز يقوليك يتم زيارته. المتحف هو ما بيزرش هو بيتم زيارته. طيب بنحط ايانينا على الكلمة دي. لو لقناها مفرد يبقى is وتصريف التالت. is التصريف التالت اللي هو طبعا عندي فعل اخر اي دي. لو فعل منتظم يبقى is visited. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض معلش هتلاقي اول اربعة سئلة محلولين علشان حصل مشكلة في الصوت بعد التسجيل فاضطريني نهايد من تاني. السؤال الاول بيقولي only green energy فقط الطاقة النظيفة is not as hotel. عايز يقولك بيتم استخدامها. طبعا ده مبني المجهول. يبقى is هيجب وراء التصريف التالت للفعل. التصريف التالت لو فعل منتظم بيكون اخره اي دي. فهنا هتبقى used. اللي بعده? بيقولي هنا in the east hotel most of the rich note. هنا بيتكلم على القمامة. هي القمامة هنا هتحرق نفسها ولا هيتم حرقها? هيتم حرقها. يبقى ده مبني المجهول. طيب القمامة مفرد يبقى is وتصريف التالت. is recycled. اللي بعده? the cake معط باي سلمة. طيب باي هنا يعني بواسطة الكيك ده غير عاقل. مفرد يبقى is وتصريف التالت. يبقى هنا اقول له is. تصريف التالت اللي هو made is made. يعني صنعت بواسطة سلمة. اللي بعده? the letter is not by mazen. نفس القاعدة. لما يكون عندي by وراها اسم شخص يبقى بواسطة فلان. يبقى ده مبني المجهول. is هنا عايزة تصريف تالت. التصريف مراية اللي بعده. the zoo is visited not the student. طيب. هنا برضو احنا عارفين by the students. بواسطة الطلاب. يبقى المبني المجهول بستخدم معاه buy. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا the gifts not to مها. خلي بالك الهدايا هنا شيء غير عاقل. عايز يقول لك الهدايا تم اعطائها الامها. تم اعطائها يبقى ده مبني المجهول. الهدايا مش هتعرف تدي نفسها. لازم حد يعطيها. يبقى هنا اقول له gifts دي جمع. يبقى وتصريف التالت. يبقى. اللي بعده. بيقول لي برضو هنا بيسأل سؤال في المبني المجهول. اتفقنا المبني المجهول في حالة السؤال. برضو يبقى عايز التصريف التالت. هو جايب لي as يبقى التصريف التالت اللي هو اللي بعده. طيب ركز هنا الملابس القطنية. طبعا دي جمع. وده سؤال في تصريف تالتة. هو اللي هو made. يبقى نتختار عشان ملابس طبعا جمع. اللي بعده سؤال الاول بيقول لي هنا طيب هنا بيقول العديد من المباني القديمة والاثار خلي بالك المباني والاثار يبقى دي وجدت مش هي اللي لقيت نفسها يبقى ده ما بين المجهول. ما بين المجهول الفعل في تصريف التالت. حد حافظ التصريف التالت من اللي هو يبقى اللي بعده بيقول لي لا ما كان جمعي خلي بالك طيب التصريف اللي احنا هي التصريف التالت موجود. اللي هو الفعل فيه التصريف التالت. يبقى بيها تتصرف. طيب الاماكن دي جمعي. يبقى احنا هلنا مضارع البسيط يبقى. ده المبني المجهول في المضارع البسيط. اللي بعده. اللي هي طبعا بواسطة القارب. خلي بالك بقى. هنا الشعاب المرجانية عايزوا لك تم اتلفها تم تدمرها. طيب موجودة يبقى جيب التصريف التالت ده فعلي منتظم يكون اخره ايدي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا معظم الطعام نقط باي مزر. معظم الطعام اللي بنكله عايز يقول لك طبخة بواسطة الام. طيب خلي بالك هنا. انا عايز ببني المجهول. لان الطعام لازم ينطبخ. مش هيطبخ نفسه يعني. فهنا اقول له از والتصريف التالت اللي هو كوكت. طبعا ده فعلي منتظم بيكون اخره ايدي. اللي بعده بيقول لي تشيز اللي هي نقط طيب خلي بالك من الجزئية دي. كلمة اصلا من كلمات لا تعد. يبقى الكلمة دي مفرد. يبقى هنا هستخدم والتصريف التالت من اللي هو هنا عايز يقول لك ان الجبن دي عايز يقول لك طبعا صنعة من اللبن. اللي بعده نقط باي مستر حلمي. اتفقنا لما يكون وراها عندي كلمة باي ووراها اسم شخص يبقى بواسطة الشخص ده. يبقى السؤال ده سؤيلة. مش هو اللي سأل نفسه. يبقى ده ما من المجهول. ما من المجهول. طيب اقول له لان السؤال مفرد. والتصريف التالت زي ما هو كده اللي هو الا بعده. طيب خلي بقى لك بقى. هني بقول لك الكسير من الطعام. يبقى هنا جمع. يبقى له والتصريف التالت لازم نكون حافظه التصريف التالت من اللي هو اللي بعده. بيقول لي نقطة طيب دي سهلة جدا هو هنا جايب لشباب مبني المجهول وجايب لي الفعل المساعد. يبقى حيز التصريف التالت من ميك. تصريف التالت من ميك طبعا اللي هو لان طبعا يا شباب الاساس لم يصنع في القصر. اللي بعده طيب برضو ده سؤال في المبنى المجهول. عندي يبقى عايز تصريف التالت. طيب ده فعل منتظم. خلاص انت كده عرفت التصريف التالت منه. اخره فقوله هنا. اللي بعده بقولي طيب برضو نفسي الكلام. عندي في السؤال وعندي هنا يا شباب مبني المجهول. في حدث المبنى المجهول الفعل بيجي في تصريف التالت. تصريف التالت اللي هو النون. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدارس التالت والربع. بيبدأ معي بسؤال سؤال النص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن قطعة صغيرة بتسمحها كويس جدا ومن خلال انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب النص ده والقطعة دي موجودة في اخر الكتاب. علشان كده احلها لك بسرعة وابدأ اشرح السؤال اللي بعده. بيقولي ذا. طيب النص ده اللي انت سمعته كان عن ايه? طبعا النص اللي موجود في اخر الكتاب بيتكلم عن طنطة. اللي بعده? بيقول لي where is the city located? بيسألها الموقعها. قال له it's located in the north of ايجيبت. هنا انا مش بيجاوب من دماغي. هو بيقولك تهي تقع فين من مصر? طبعا في القطعة كان بيقول لي حتى لو انت عارف بتستنى القطعة. اللي بعده المدينة دي عرفت بايه? او مشهورة بايه? طيب هو كان بيقول لي في القطعة ان المدينة دي كانت مشهورة بديلشاس سويتس. اللي بعده? what is grown there? طيب اي بقى اللي بينمو في المدينة دي ويكبر طبعا الطنطة مشهورة بالقطن. اللي هو نبات لوت. اللي بعده? سؤال مهم جدا وهو سؤال الديالوك سؤال المحادسة. اهم حاجة طبعا انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تبدأ تحب. وخلي بالك. السطر ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? بيقول لي كامل اند احمد ار توكينج اباوت وير زي لاب. تامر واحمد بيتكلموا عن المكان اللي بيعيشوا فيه. فهنا كامل بيقول له هلو احمد وبيقول له وير دو يو لاب. يعني اين? بيقول له انت بتعيش فين يعني? قال له هلو كامل? وردع لي? طبعا ما نعرفش. لازم بقى نكمل علشان نعرف. قال له سؤال كانت الاجابة عليه بيقول له طبعا جيزة. اه عارفنا بقى كده ان هو عيش فين في الجيزة. يبقى سألو سؤال عن المكان اللي هو عيش فيه. يبقى هنا يقول له اي لف ان جيزة. يبقى دي اول اجابة. عشان كده بنقول مهم جدا انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. بعد كده كامل سأل سؤال اجابته طيب خلي بالك هنا بيسأل عن مكانها. سؤال مهم جدا. اين تقع? لان قال له انها تقع بالقرب من القهرة. يبقى السؤال اللي هو اين تقع? مكانها فين يعني? قال له هي قريبة من القهرة. كامل سأل سؤال لازم اعرى الاجابة علشان عرف السؤال. الاجابة قال له احمد دي معروفة بالاهرامات. يبقى هنا بيقول له مشهورة بايه بقى? فيقول له في المحادسة انا ما بجاوبش من دماغي. بجاوب من خلال المحادسة. يبقى هنا احمد كامل بيسأل ويقول له طبعا اللي هي طبعا الجيزة دي مشهورة بايه? لانه في الاجابة قال له معروفة بالاهرامات. بعد كده رجع سأل له نفس السؤال طب انت بقى بتعيش فين? كامل هيرد عليه ما نعرفش لازم نقرأ الاجابة عشان نعرف. قال له طبعا طيب فيه الاقصر. يبقى هنا عايش فين? برافو عليك في الاقصر. يبقى نفس الاجابة هيقول له ولكن هيكتب الاقصر. يبقى لانه بقول له طبعا ايه اللي السياح بيزوروه في بلدك يعني لايه في الاقصر. طبعا يا رد عليه ما نعرفش ايه اللي بيزوروه. لازم اكمل. قال له اللي هو معبد الاقصر قبل كده. يبقى اكيد هم ما بيزوروا ايه? معبد الاقصر. لانه بقول له اه ده انا زورت المعبد ده قبل كده. يبقى انا اقول له اللي هي طبعا معبد الاقصر. بعد كده شباب بيكون عندي سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول لك ايه من الامثلة دي? اللي مش مثال للحياة البرية. يعني الحيوان اللي مش موجود في الحياة البرية. انزل كلهم موجودين في الحياة البرية مع عدد اللي هي طبعا الدجاج. يبقى هنا اقول له السؤال اللي بعده بيقول هنا. طيب هنا الخبز العيشياني مصنوع من ايه? طبعا من القمح. القمح اللي هي كلمة تويت. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال اللي اول فيها بيقول لي هنا محمد صلاح. خلي بالك بيقول لك محمد صلاح يكون عايز لك لاعب كرة قدم مشهور. مشهور اللي هي كلمة فاموس. السؤال اللي بعده بيقول لي بيقول لك ان قناة السويس تربط بين بورسعيد والسويس. قناة السويس بقى اسمها السويس كنال. يبقى هنا اختار كلمة كنال. اللي بعده بيقول لي نقاط خلي بالك دي قصة مشهورة عليك في تانية عددي. عايز اقول لك السفينة بتاعته غرقت في البحر بسبب العاصفة. سفينة اللي هي كلمة شاب. اللي بعده بيقول لك ان المدارسين الجايدين هما طبعا عايز يقول لك ان هما بيركزوا على المتعلم البطيء. طبعا يركز اللي هي سبوتلايت. اللي بعده البحر الاحمر عايز يقول لك طبعا سواحل البحر الاحمر فيها ايه? شعب مورجانية. الشعب المورجانية اسمها كورال. زي بان اقول له كورال. اللي بعده? الرجل العجوز نوع باي زا بوليسمان. خلي بالك الرجل العجوز هنا عايز يقول لك ان هو تم مساعدته بواسطة البوليس. طيب. ده ما بن المجهول يبقى له از وتصريف التالت. اللي بعده? طيب هنا العصير. خلي بالك ده ما بن المجهول يعني بواسطة امير. يبقى انا عايز الفعل في تصريف التالت بعد از وتصريف التالت اللي هو العصير بواسطة امير. هو اللي شربه يعني. اللي بعده? نوع اط باي هاني. طيب الكتاب يبقى هنا ده ما بن المجهول لان الكتابة يا شباب مش هوا اللي هيقرأ. ده هيتم قراءته. يبقى از رد لان ده مفرد وتصريف تالت. اللي بعده? سؤال اكوريكت. سؤال الاول بيقول لي الملابس القطنية نقط خلي بالك دول اصلا جمع الملابس دي جمع يبقى هنا عايز اقولك يا شباب تم بيعها ده مبني المجهول يبقى والتصريف التالت عشان الملابس جمع يبقى له والتصريف التالت من لازم تبقى حافظه اللي هو يبقى اللي بعده بيقول لي برضو ده مبني المجهول عايز يقولك ان الجيزة عرفت طبعا بقى اهرمتها القديمة طبعا يبقى is. وتصريف الثالث اللي هو known. يبقى is known. اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايجيبت. خليبه لك. هنا عايز يقول لك ان مصر بيتم زيارتها. ده مبني المجهول. بواسطة الاف السياح. طيب يتم زيارتها مصر هنا مفرد. يبقى له is. وتصريف الثالث اللي هو الفعل منتظم. اخره is visited. اللي بعده. بيقول لي where are this box نقاط. خليبه لك ده مبني المجهول برضو. ده سؤال. عندي او از في المبني المجهول بيجي بعدهم تصريف الثالث. تصريف الثالث من ميك اللي هو طبعا ميد ده. يبقى هنا اقول له ميد. السؤال اللي بعده كده هو سؤال بارغراف. ده طبعا مجاب في نهاية الكتاب ولكن زي ما قلت لك ان شاء الله ورايب جدا هينزل اهم الموضوعات ومراجع كاملة على المنهج.